بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الطيب من الرزق هو من أهم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به تحر الحلال في مطعمنا في مشربنا في مأكلنا في أعمالنا في أرزاقنا هو مطلب شرعي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به وأرشدنا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فالطيب من الرزق هو ما استطيب في نفسه وكان غير ضار في بدن ولا في عقل الطيب من الرزق هو ما كان من طرق مشروعة أباحها الله سبحانه وتعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير وسائل محرمة ولا وسائل دخول غير مشروعة الطيب من الرزق أيها السادة الطيب من الرزق هو من أهم أسباب صلاح القلوب من أهم أسباب صلاح القلوب وزيادة الإيمان والنشاط إلى الأعمال الصالحة والعبادات والرغبة في الإحسان يوم القيامة عندما يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألهم عن النقير والقطمير ويسألهم عن القليل والكثير سيسأل العبد كما قال عليه الصلاة والسلام أربعة أسئلة سيسأل عن علمه ويسأل عن عمره وسيسأل سؤالين عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لن تزولك قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به في رمضان مدرسة العبودية نتعلم منها العبودية لله سبحانه وتعالى وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نترك المباح من الطعام في أوقات محدودة وأن نترك المباح من الشرام في ساعات معدودة فتركناها عبودية لله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فكيف بما حرم الله فكيف بما حرم الله ألا نتركه ألا نمتنع عنه هذا حال العبد مع الله سبحانه وتعالى يسلم أمره لله ويلتزم ما أمر الله به سبحانه وتعالى روى الطبراني بحديث بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان لن يسلم مني صاحب مال من إحدى ثلاث أغدو به عليهن وأروح أخذه من غير حله وإنفاقه في غير محله وأحببه إليه فيمنعه من حقه المال الخبيث يفسد يفسد العبادات أيها السادة يفسد ويذهب أجر الصيام وثواب صيام رمضان كما يذهب العبادات الأخرى فالصلاة مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد في المسند من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة من لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه كذلك الحج المال الحرام والنفقة الحرام تذهب الأجر قال إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله ما كل من حج بيت الله مبرور المال الحرام والكسب الخبيث يذهب أجر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أليس هو الغلول الذي حرمه الله ذلك الذي كان يقاتل في صف المسلمين فغل شملة كان يقاتل في صف المؤمنين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل فيها قالوا هنيئا له الشهادة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم وما يدريكم لعل الشملة التي العباء التي غلها وأكلها حراما لتلتهب عليه نارا في نار جهنم يوم القيامة أيها السادة المشاهدون أكل الحلال هو من الأمور التي يقيم بها الإنسان نظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة إلى المصلين خلفه فقال لهم لا يغرني كثرة خفض أحدكم رأسه ورفعه الدين هو الورع في دين الله عز وجل وتحر الحلال في الكسب والعمل بما حرم الله وأحل شهر رمضان شهر العبادة والدعاء شهر العبادة والدعاء واستجاب الدعاء للمؤمنين الصائمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نحن نتحرى في هذه الأيام الفضيلة أن نجيب الله عز وجل دعاء دعاء الداعين بفرج الأمة ورفع الكربة من أهم أسباب استجابة الدعاء هو أكل المال الحلال والطيب من الرزق قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد لما قال له يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجابة الدعاء فقال له يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك قد يتيسر لأحد مننا دخل وفير يؤمن له المسكن المريح والمركب الفاره ولكن في كسبه إذاء للناس أو شيء فيه خداع للناس وغش لهم فيأخذ الخبيث من المال قال الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فمدرسة رمضان تعلمنا أن نجتهد في طلب الحلال وأكل الحلال والعمل فيما يرضي المولى سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أرزاقنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة